خليني أقول أنه كمان حياة كريمة لها دور اجتماعي وليها دور يخص التواصل المباشر مع الناس والأهالي والأسر وطبعا حدثة ترعة السوالم واحدة من الحوادث اللي خلعت قلبنا يعني أنه مؤسسة حياة كريمة نعت ضحايا حدث ترعة السوالم بالبحيرة وتقدمت بكافة أعضاءها ومتطوعيها بخالص العزاء لأهالي القرية إثر مصرع تمن أطفال في حادث غرق تروسيكلا في المياه وهم في طريقهم للعمل الخبر مفجع والحدثة مفجعة وقصية لكنها ضمن نطاق وفي قلب مهام المؤسسة المؤسسة حياة كريمة كمان قالت من خلال صفحتها الرسمية أنها قامت على الفور من خلال المنصقين الميدانيين بتقديم واجب العزاء وسبل الدعم والاطمئنان على المصابين وأسرهم كمان المؤسسة أكدت على تقدمها لكل أنواع الدعم للأسر والضحايا سألين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان اشتركوا في القناة